سمعت خادم بيقول اه اني ربنا قال هانا معكم كل الايام اه وبعدين بيقول ايه تاني بقى والشيطان كمان بيقول لكم هانا معكم لا ده كلام كذب الشيطان ايه لا طبع بقول مش كده طبعا تحريف في الايات طبعا ده مش في الايات خالص خالص لا يا ابني بص يا ولاد الشيطان مخلوق الشيطان مخلوق كان ملاك وحتى بقول لك يعني بتراهم يعني موجودة سعر 14 موجودة في الكتاب يعني انما الشيطان في الاصل كان ملاك وسقط تكبر وعاص على الله وسقط فهو مخلوق مخلوق وفيه فترة بعد كده ربنا حتى في سفر رؤية واضحة انه هيقبض عليه وهيحطه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت فالشيطان مفيش حاجة اسمها كل ايام معاكم لا طبعا لا الشيطان محدد لهوقت اتخلق فيه وفيه وقت حيتحسب فيه ويتحط في الجحيم في البحار المتكر بالنار والكبريت انما الرب يساعد المجد معكم اليام والقضاء الظهر اه هو معانا للقضاء الظهر هو موجود معانا انما الشيطان لا كلام ده خطية الشيطان مخلوق متمرد تعاص على الله تكبر على الله عاوز يعمل نفسه مملكة فبيجمع ملاكة شر بيجمع الناس الاشرار والقتلة وعبدة والزناية عاوز يموحهم معاه فانت تبعد كل البعض ما ينفحش الكلام ده من الصح ده مش خادم لقول الكلمات ما ينفحش خادم خادم ايه بقى والكلام اللي تبدو ده مش ايات لا الرب يساعد المجد هو الباكر انا معكم اليام والقضاء الظهر ده الصح بس ما عدا بقى السؤال ده سؤال كله غلط كله غلط وده مش خادم ما ينفحش وبا خادم